النهاردة كان فيه تعليمات جديدة للبنك المركزي بفتح الحد الأقصى للسحب وهو رفعه إلى 250 ألف جنيه من داخل الفرع و 30 ألف جنيه من الـ ETM والحقيقة إنه ده رفع كده وكده يا ده وكده وكده احنا رفعنا لك يا أستاذ وكده وكده يا أستاذ ليه لا يا أستاذ مجد فؤاد قال الكلام ده أستاذ مجد عبيده قال الكلام ده يا جماعة ما هو استمرار حق استمرار حد السحب النقضي بيه معادل 5000 في اليوم هو هو نفس اليوم كان 150 ألف لما كان الدولار بتلاتين لما الدولار بقى بخمسين 250 يعني لا جديد مجرد إعادة ضبط ليه بيقولوا ان احنا زودنا ما تزودش ولا حاجة هما خمس تلاف ما يعادل خمس تلاف دولار يومين أصل هو يعني فكرة رفع الحد الأدنى للسحب دي طبعا أنا مش فاهم رفع الحد أدنى للسحب دي يعني أنا الحيا مش عارف يعني افرض مثلا أنا عايز أسحب مليون جنيه في اليوم لا يعني هنا مثلا في حد أدنى حد أقصى للسحب في الـ ATM صحيح لكن لما بتروح الفرع مفيش حد أقصى لو عايز أحاول عايز أسحب عايز أسحب عشرة مليون دي الوقت فلوس يا عم فلوس يا جدعة الحر فيها لا في مصد تاخد مئتين وخمسين ألف بس فلو عايز مليون جنيه لو انت يعني من الناس اللي تاخدهم بقى على أربعة طيام ولا حد فمفيش أي تغيير هما بيحاولوا يصدروا هذي الأخبار على أساس يعني انه ايه الحكاية ستريحت ما عندنا نقدر نوسى عليك لا هي هي خمس تلاف دولار مئة وخمسين بالتلاتين بقت هي هي خمس تلاف دولار ما هو بقول لك يا جماعة بيتعاملوا عالناس الرجل خلصها لك في تويتا بيتعاملوا عالناس الناس لا جهلة ولا بتفهم ولا بتهم شيء عجيب جدا الدختور محمد فؤاد علق على الخبر ده وقال قرار صائب برعاية التدخم الوسطي الجميل الجميل طبعا هنا بالتاريق برعاية التدخم الوسطي الجميل باعتبار انه هذا القرار سيساهم في زيادة التدخم وانتو كلكم انه يعني الحقيقة موضوع الاقتصاد احنا كلمة فيه ببساطة كتير قالتلكم ان انا اقصر يعني كنت طالب بليد في الاقتصاد مش شاطر زي يوسف الحسين مكنش محب الكلام في الاقتصاد حتى صحفي محبش كلام في الاقتصاد لكن دلوقتي الاقتصاد باعتبار الكارسة بعد الكارسة اللي حصلت عندنا اصبح من ضروريات الحياة فكل واحد بيعرف دلوقتي في الاقتصاد والست بتاعت الجرجير بايتفاهمة سعر الفايدة للبنك الامريكي المركزي لما بيرفع بيحصل عندنا ايه والبنك المركزي بيرفع كم نقطة والحاجات دي فالدكتور محمد بيتكلمك على فكرة انه التدخم هي معناه ان وجود اموال كثيرة في السوق فبالتالي يصبح تصبح بلا قيمة فانت عايز تسحب الفلوس دي فهو هنا بيقول انت بتفتح حد السحب عشان التدخم يزداد دي وجهة نظره الخبر الاسبوعي للمرة التانية احنا كان معنا واحد انبالح والنهاردة واحد تاني جديد بنك المركز المصري بيطرح ازون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه 55 مليار جنيه يعني مليار دولار وشوية كل يوم احنا عندنا ازون خزانة يعني ديون اخرى البنك الدولي يدرس اقراض مصر 700 مليون دولار اتهارينا يا جماعة والله قاتيل تاني على رأي سهر البابلي اتهارينا يا جماعة هنسد ده كله الاجيال الجاية احنا مش هنسد يا عم احنا الحمد لله يلا حسن الختام زي ما بيقولوا الاجيال الجاية دي هتسد امتى احنا على ما يخلص لو خلص لو عدوا سنة ولا سنتين تاني ولا لا قدر الله كمل المدة بتاعته هنخش على 200 مليار 200 مليار مصر ديونها 200 مليار ده لما كانت سنة كام يا ربي مش فاكر والله لما كنا من التاريق على حسن مبارك انه موصلوا حاجة و 30 مليار دولار و 30 مليار ديون مصر تخيني على 200 وكل شوية في شغل كده اقتراض اقتراض انبالح المليار بتاع الاتحاد الاوروبي ده طلع حسن بحجة قالك ده قرد مش منحة مش مساعد يعني يدينا قرد عشان نمنا على الهجرة كله قرد في قرد في قرد في قرد بس شغالين كده بس يالله عندنا خبر جيد قبل ما نروح للاخبار السيئة الاخرى وهي انه مصر بتبدأ في تنفيذ مشروعيين للطاقة الشمسية بمليار جنيه شوف يا جماعة احنا مش الصورة بالنسبة لنا مش سودوية في كل الاحوال اللي علي بنحاول حتى ندور على اي اخبار ايجابية زي الخبر ده مع انه الاتحاد الاوروبي مقدني منحة المصر تتجوز المليار جنيه لانشاء مشروعات طاقة شمسية احنا يا جماعة له اهتمينا بالملف ده فعلا يعني مصر فيها ملفات والله العظيم فعلا مليانة صراوات يا له وعلى فاكرين مشروع الرمال السوداء اللي راح افتتحه السيسي في كفر الشيخ ده ايه حتى يقول لي اخبار الرمال السوداء ايه اللي هي الكنز اللي في مصر ده اخباره ايه طب طاقة الرياح اخبارها ايه طب الطاقة الشمسية دي اللي ممكن اصلا تلغي كل اعتمادك على الطاقة كلها وتعتمد على الطاقة الشمسية مره كنت بعمل تحاليل هنا عند الدكتورة في المستشفى يعني هنا فالدكتورة بتشيك ابي يعني بدخل كل الدكتورة فالدكتورة بتاعت مش عارف الحاجة يولوجي كده في الاخر مصر تتعلي كده وقعت ايه ده فيتامين ده اللي عندك مش موجود خالص انت مبتعودش في الشمس انتو عندكو شمس اصلا بتتكلم انتو عندكو شمس احنا اليوم اللي بطلع فيه شمس اللي تبقى مصر شمس طول وقت طول الوقت تستطيع انك يعني تستخدم وتستفيد من هذا الكنس الرمال السوداء والرمال الناعمة وطاقة الرياح وطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجية وطاقة الخضراء كلها مشروعات تاخدى كتير لحد فوق نسيت انا حاجة مهم كنت وعدتكو بقابل رمضان يا رب يفكروني الزمله ويا رب افتكر عشان انا بنسى حكاية كتير او الله احكيلكو حكاية الدكتور محمد حافظ الحكاية اللي هي تقولك في المشاريع اللي زي كده مصر ما تقدرش تعملها ليه مصر ما تقدرش تعملها ليه لان احنا ما عندي ناس سيادة احكيلكو الحكاية بالتفصيل لها حكاية مثيرة جدا لما الدكتور محمد حكيهالي في التليفون انا والله عدت معها تليفون ساعة وشوية انا عامل كده وانا باسمعها حكاية من ايام مبارك يعني حصلت معها فبقى احكيلكو بالتفصيل ان شاء الله فموضوع الطاقة ده ده قبر ايجابي يا جماعة والله عندنا بدل الملفات اللي تاخد مصر والطير بدل الملف تلاتة واربعة ملف الطاقة بانواحها طاقة نظيفة طاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الهيدروجينية الخضراء هادي ملف ملف السياحة انا مصمم عليه ده اسرع نمو تقدر تعمله ياخدك ويطير لحد قدام ملف التركيز على صناعتين تاخدهم ويطير بهم ملفات تعمل نقلة حقيقية في وقت قصير لمن يريد التنمية الحقيقية مش يقنعك يقولك اصلحنا بنعمل البنية الاساسية الاول عشان المستثمر لما ييجآ طب تلك عملت البنية الاساسية وما فيش مستثمر يجاوه وعملت البنية الاساسية لو انا مسدقك يعني عملت البنية الاساسية وحملت الدولة ب160 و165 مليار دولار ديون طب مكنوا عملنا الحاكتين التلاتة دول. مش عايز بنية اساسية اعمل. انا هعمل تلات اربع مشروعات كبرى للطاقة واشتغل بنية اساسية ليه هنا. وهعمل تلات اربع مشروعات كبرى للتصنيع وهركز زي ما قولتلكم كده هختار صناعاتية. السوفت وير مثلا. او الهارد وير زي ما الهند عملت. او الكوتشيات والملابس الرياضية او القطل مثلا من الملابس الداخلية. اي حاجة انا هركز عليها وهي دي. يا جماعة انت تعرفوا ان مصر مثلا من اكبر الدول المنتجة للطمر البلح يعني. في العالم. عندي مشاريع عظيمة في المسألة دي. مشاريع عظيمة في المسألة دي. فكرة انك تحض وتدير دولة بخطط قصيرة عاجلة لاحداث نقلة نوعية. لا احنا عايزينا تبقى ماشى بالبركة كده وبالحب. خلينا نشوف انفو عن مشروعات الطاقة الشمسية. ونرجع نشوف اللي هيحصل في موضوع الدواء. احنا قولنا ناخد حاجة جابية قبل ما نروح للدواء ومشاكل الناس. تضاعف تكاليف وانشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر خلال عام. حيث قفز التكاليف وانشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر بنسبة مئة بالمئة خلال عام مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرية. وتسبب تحرير سعر صرف الجنيه في ارتفاع الدولار الجمركي وزيادة اسعار الفائدة في ارتباك سوق الطاقة الشمسية بنصر والشركات العاملة به. تكلفة انشاء محطة الطاقة الشمسية زادت بنسبة مئة بالمئة خلال اثني عشر شهران. كما ان جاذبية المشروعات اصبحت اقل نظرا لارتفاع التكاليف وزيادة فترة استردادها. حيث ارتفاع الدولار الجمركي يؤثر في التكلفة اجمالية لتنفيذ المشروعات نظرا لان معظم مكونات محطات الطاقة الشمسية مستوردة. واصبح اقناع العملاء حاليا بتركيب محطات طاقة شمسية بات صعبا. خاصة وان تعريفة الكهرباء الحكومية ما زالت منخفضة. كما ان مدة استرداد التكلفة المدفوعة لانشاء المشروع اصبح اطول. ويتجاوز عدد الشركات المؤهلة لتركيب محطات الطاقة الشمسية في مصر اكثر من مئتي وعشرين شركة. تنفذ مشروعات في جميع محافظات الجمهورية بالقطاعات السكرية والتجارية والصناعية والزراعية وكذا السياحية.